موسيقى واحدة من الأفكار الغريبة والسودوية أن الجزء الثالث عشان الأبطال يطلعون القوة برسوانة داخلية حقتهم كانوا لازم يطلقون مسدس على راسهم ويموتون كل مرة والتغيير اللي صار في النسخة الغربية من الجزء الأول بحيث كان في شخصية سمراء البشرة اسمه مساو في النسخة اليابانية وكانت هوايته أنه يحب الصبغ على الجدران والرقص أما في النسخة الغربية تم تغيير اسمه إلى مارك وغير لون بشرته إلى الأبيض وغيروا هوايته إلى شيء في نظرهم ما في عنصرية مثل ركوب الخيل الآن ذولي غيروا لون شخصية من الأسمر إلى الأبيض عشان عنصرية المشكلة اللي يسووه هو تعريف العنصرية بحد ذاتها بعدها في نسخ ريماسر للعبة رجعوا للتصميم الأول شكلهم عرفوا خطأهم ثاني لعبة معنا هي لعبة ريزانت إيفل 5 وهي جزء الخامس في السلسلة وكان الكل منتظرها لأنها كانت بداية سلسلة ريزانت إيفل في جيل البلايسيشن 3 والإكس بوكس 360 ووضع عمال كبير عليها بعد نجاح الجزء الرابع لها أبيكم تركزون معاي شوي هنا اللعبة نزلها عرض أولي في عام 2007 وفيها كريس موجود في أفريقيا يقتل زومبيز أفريقيين الناس هنا انجنت كيف ما في ولا زومبي أبيض والناس بدأت تسوي عرائض إلكترونية ضد كابكم والطالب بوضع زومبيز بيض مع الزومبيز الأفريقيين وطبعا كابكم لبت طلبهم واضطروا أنهم يأجون للعبة وغيرون فيها ثلاثة لعبة بوكيمون وطبعا هي غنية عن التعريف والتغيير صار في جميع أجزاء بوكيمون الغربية اللي فيها بوكيمونات الجليلة الأول وفيها كان في بوكيمون اسمه جينكس وكان عبارة عن بوكيمون بشرة سمراء وشفايفة كبيرة وحمراء وهذا التصميم يعتبر عنصري جدا لأنه في السابق في أمريكا كانوا يستهزئون بأصحاب البشر السوداء بأنه يخلون شفايفهم كبيرة وأغبياء وأكثر مثال هو كرتون بوكز بني والأفلام القديمة والنصر الغربية غيرت لون البوكيمون جينكس إلى لون البنفسجي عشان ما تصير في مشاكل في الغرب كان قرار صائب حتى الأنيمي أيضا تم تغييرهم بشرة جينكس إلى البنفسجي أيضا رابع لعبة معنا هي لعبة ميجامان باورد أب صدرت على جهاز البي اس بي حصريا وهي ريميك الجزء الأول من اللعبة وكانت برسوم ثلاثية جميلة وممتعة وتصميم الشخصيات صار كرتوني وطفولي ولطيف لكن في شخصية تم تغييرها في النصر الغربية من اللعبة وهي شخصية أويل مان والسبب شوفوا بنفسكم هذا هو أويل مان النسخة اليابانية شفتوا كيف سمراء البشرة شفايف كبيرة نفسه اللي صار مع بوكيمون جينكس طبعا في النسخة الغربية تم تغيير لونه إلى الأزرق عشان ما يمثل ذوي البشرة السمراء يا أخي أنا ما أدري الياباني ذولي وش يفكرون فيه خامس لعبة معنا هي لعبة بانش أوت هي سلسلة حصرية لنتندو عن ملاكم صغير اسمها لتل ماك ويحاول يفوز على ملاكمين مختلفين المشكلة اللعبة هذه فيها جنسيات كثيرة من الملاكمين وكل شخصية فيها ستريو تايب يعني مثلا كيف معروف عن الصينيين أنهم شاطرين في رياضيات هذا الشيء الوحيد اللي حصوا لنتندو عنصري وهو شخصية روسية اسمها فوتكا درانكينيسكي أتمنى أني قلت اسمه صح مرة مشوار أقول اسمه واسمه يمثل شراب الكحول الروسي الفوتكا وكيف الروسيين مدمنين عليه تم تغير اسمه إلى صودا بوبنسكي يعني غيروا الفوتكا وخلوه يشرب صودا المصيبة الأكبر فيه شخصية إيطالية اسمه فيتزا باستا كيف كذا ولا غيروا أنا ما أدري تندو وش يفكرون فيه وهذه كانت خمس ألعاب تم تغييرها بسبب العنصرية عطوني رايككم فيها وأيضا تستطيعون تدعمونا باللايك والاشتراك بالقناة وفعل الجرس وأيضا إذا عندكم أي شخصيات ثانية ما ذكرناها اكتبوا تحت بالكومنت كما كم فات الشيحة يعطيكم العافية ومع السلامة